السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم هنتكلم في شبطة 3 في الحقيقة اللي اسمه الكمبيزيت ماتيريال عن بارت 1 منه الكمبيزيت ماتيريال في الحقيقة الكمبيزيت ماتيريال وقبل ما نتكلم عن الاوتلاين بتاع الكمبيزيت ماتيريال هو عبارة عن بالعربي اسمه المواد المتراكبة وطالما قلنا مواد متراكبة يبقى فيه فرق بينها وبين المواد المركبات وفيه فرق بينها وبين السباك في حقيقة المواد المتراكبة هم مادتين مع بعض ما يدبوش في بعض ما يتفعلوش مع بعض ما فيش أي علاقة بينهم زي مثلا لما اجي قول مواد سراميكية مواد معدنية فيه فرق كبير في الخاص بين الاتنين فإذا زوجت بين الاتنين وعملت بينهم مادتين مع بعض مادة واحدة من مادتين مع بعض بسميها مادة متراكبة زي ما هشوف تعرفها بالتفصيل طيب هما المركب عبارة عن مركب مثلا عبارة عن اتحاد عنصرين مع بعض الدنيا مادة جديدة ما لهاش علاقة بالمادة القديمة ولها صفات جديدة زي مثلا لما اقول اتحاد جزئين من الهيدروجين مع جزئين من الاكسجين يديني اتشتوقه مية المية شكلها وطعمها وتصرفها مختلف تماما عن الاكسجين والهيدروجين طيب لما اجا اقول اللوي يعني سبيكة من مادتين معينين وليكن مثلا نقول نيكل وكبر نيكل وكبر كسبكتين مع بعض بيتضافوا مع بعض ويدوبوا مع بعض بنسب معينة وليهم حد من حدود الزي وبانية وتصرفوا كمع بعض كسبيكة واحدة لها صفات واحدة وخصائص واحدة لما اجا ارغع لكمبزيت ماتيريا المرة تانية قبل ما ابدأ في عملية الاوتلاين بتاعه اقول ان الكمبزيت ماتيريا في الحقيقة بدأ يظهر لان احنا محتاجين كنا نزاوج ما بين صفات المواد السراميكية وصفات المواد المعدنية لان الصفات المواد السراميكية تتحمل الكمبريشن وصفات المواد المعدنية فيها داكتيلتي المواد السراميكية مفيش داكتيلتي لكن المواد المعدنية فيها فلما زاوج بالل اتنين واعمل بيهم مادة متراقبة اللي اسمها الكمبزيت ماتيريا اتحصل على سترينس عالية وفي نفس الوقت اتحصل على داكتيلتي او السفيد من وجود الداكتيلتي وارفع السترينس بتاعت مواد قد تكون السترينس بتاعتها اقل من قبل عملية الاضافة للمواد السيراميكي تعال نشوف الاوتلين بتاع الشرابطر بتاعنا اول حاجة هعرف تعريف الكومبزين الماتيريلي وبعد كده اتكلم على الكلاسيفيكيشن بتاع الكومبزين الماتيريلي وبعد كده اتكلم على الينفورسمن لان انا من خلال تعريف الكمبزين الماتيريليلي هعرف انه عبارة عن مادة اساسية اللي هي الماتريكس ثم reinforcement أو مادة داعمة لها فلازم أعرف أين هي أنواع المواد reinforcement بعد كده أتعرف على الطرق المختلفة في تصنيع الcomposite material بعد كده أتعرف على الapplication بتاع الcomposite material